بأن هناك من كان يسعى إلى صدام بين الكاظمي وبين سراي السلام وبالنتيجة الكاظمي والصدر هم يعني الباقي أطراف عادية تعتبرهم أعداء على الأقل أعداء سياسيين لا أعداء شخصيين أعداء سياسيين فعندما يصدم العدوان بالنتيجة هم المستفيدون هذه قضية سياسية مصالح سياسية بالنسبة لأطراف معينة هذا تفسير ما قاله السيد الدكتور غالب يتتفق معه لا لا أنتفق مع الأفكار التي جاءت بهذا الرأي لكن بالمقابل سيد الكاظمي باعتبار القاهد العام للقوات المسلحة لا بد أن يستمع يسئل الموضوع صار مفاجئ حقيقة مفاجئ